نخش في الأجانب بتاع الدورة المصر لو احنا عندنا كم أجنبي في الدورة المصر؟ الأجانب في الدورة المصر احنا عندنا 106 لعيب أجنبي 106 لعيب أجنبي من إجمال 609 لعيب بنسبة 17 و 4 من 10 دي نسبة كبيرة ولا قليلة؟ لا دي نسبة تعتبر مش كبيرة خالص مقارنة بالدورة السعودي دورة السعودي هم في 107 لعيب فيهم 169 لعيب أجنبي 33% نسبة اللعيب الأجانب في الدورة السعودي دي الأرقام ها دي الأرقام دي النسب بتاعة الدور المصري والدور السؤالي النسبة 17.4% دي نسبة الأجانب في الدور المصري وانتشافها دي نسبة عادية نسبة عادية يعني كويسة جداً مناسبة معقولة يعني ما نبدأ شنون كبيرة ونبدأ شنون لايا معقولة المهم المية وفتة لعيب دول مين بقى اللعيبة اللي هدونا منهم أداء قوي يعني فيه فرق مثلاً النحن ده النادي الأهلي عنده فان بن علي نادي الزمالك عنده عمر فرج تمام فدولا اتنين نجوم منطقة فلسطين تمام الأرقام دي بقى الأرقام دي وسام أبو علي يعني لعيب أنا أعتقد أنه هو دي النقطة اللي كانت نقفة الأهلي من الزمان اللعيب المهاجم الهداف اللي هو الأهلي بيدور عليه في وجهة نظري يعني من بعد عماد مدعب وفلافيو صح تمام وفي مميزات كتيرة جداً 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 التعاماته قوية لعيب كورة لكورة تحت رجل وبيعمل فيها حاجات قوية جداً الأرقام اللي مكتوبة قدامي دي دي أرقام دي بالنسبة لترانسفير ماركت آه دي ميجا واضحنا من الترانسفير ماركت آه تمام بس هي مش مزبوطة دقيقة على الأرقام الحقيقية آه انت تاخد المتوصل عشان الأرقام دي يجب أشموع لناك شكل رسل آه عشان الله ينور عليك لكن دي الأرقام دي كلها اللي احنا جايبينها النهاردة آه نقلاً عن ترانسفير ماركت ممتاز ممتاز فدول الأجانب بتقوية النادي الأهلي حاليا النادي الأهلي برضو جاب يحيي عطية الله آه وده باكليفت يعني أنا شايف أنه هو آه أقرب بديل لعلي معلول وإن كنت شايف أن يعلي معلول صعب يتعوض في تاريخ النادي الأهلي كله باكليفت من على طراز عالي جداً طبع يحيي عطية الله احنا عارفينه من قبل كده لما كان بلعب في المغرب هاي لعيب متميز جداً جداً هاي وراح فترة روسيا وانا شايف أنه هو هيعمل شغل كويس جداً مع النادي الأهلي دول أجانب الأهلي آه أشرف داري طبعاً لسه إحنا ما شوفناهوش في مع النادي الأهلي آه لكن ده برضو أنا أتوقع له نجاح مذهل في النادي الأهلي صحيح شارك مع مغرب رمي العالي ولكن دايماً الإصابات بتعطل مسيرة اللاعب فأنا تمنى يعني أن الإصابة بتاعته تبقى خفيفة ويرجع يلعب عشان عايزين نستمتع صح